تتشابك جميع الخطوط في اليمن وتعود إلى بدايتها وكأن شيئا لم يتغير على الأرض المبعوث الأممي الثالث إلى اليمن البريطاني مارتين جريفث يسير على خطى سابقه المغربي والموريتاني وبنفس الآلية والأدوات تغيب الأزمة الإنسانية في اليمن وتحضر على هامش الصراع المحلي والإقليمي والدولي وترتفع أصوات الجائعين قبل أن يغطيها ضجيج المبادرات الفراغية زيارتان للمبعوث الأممي الجديد إلى صنعاء منذ بداية مهمته في اليمن التقى خلالها بزعماء ميليشيا الحوثي مانحا إياهم اعترافا جديدا بمشروعية الانقلاب الحديدة كلمة السر التي تعذر حلها خلال العامين الأخيرين من عمر الأزمة اليمنية الممتدة منذ انقلاب ميليشيا الحوثي وحلفائها في الحادي والعشرين من سبتمبر 2014 يتحدث التحالف عن رغبته في اشتياح الحديدة ويقترب منها فتسارع الأمم المتحدة ومنظماتها للتحذير من مخاطر تلك الرغبة على ملايين المدنيين فترد الميليشيا بتعزيز قواتها هناك والتلويح بتلغيم الملاحة الدولية في باب المندب وحين يرتفع الضغط على ميليشيا الحوثي تبادل طهران للحديث عن استعدادها للعمل على حل الأزمة اليمنية والضغط على حلفائها في صنعاء بالتعاون مع ألمانيا وبريطانيا وترفع رئيسة الحكومة البريطانية سماعة هاتفها لتطلب من ولي العهد السعودي المساعدة في تخفيف معاناة اليمنيين ليس مهما كم يسقط من اليمنيين في شرك الجوع والموت فالأهم هو قدرة العالم على استثمار تلك الأزمة لتحقيق مكاسب السراتيجية وبيع صفقات تسليح للسعودية وحلفائها تغيب الحكومة اليمنية أو تغيب وراء لافتة التحالف الذي التهم ما تبقى من احترام الشرعية ورفعها كقميص عثمان في واحدة من أسوأ التحالفات السياسية التي تحول فيها الطرف الأقوى لجلاد ثان الإفادة الثانية للموفد الأممي سيستمع إليها العالم في الثامن عشر من الشهر الجاري وستكون محورها جغرافية الحديدة ونتائج زيارته ولقاءاته مع كافة الأطراف وغير ذلك لن يكون هناك جديد على الأرض